في سياق كمان متصل وفي خطوة تعتبر فرصة لأبناء الوطن الواحد من أجل حوار سياسي ينهي الأزمة الحالية في السودان أكد الجيش السوداني أن قائده الفريق أول عبد الفتاح برهان وافق مبدئيا على مبادرة منظمة الإيجاد الإفريقية لحل الأزمة السودانية كما أكد الجيش السوداني أن مقترحات منظمة الإيجادة تتضمن إفاد ممثل عن الجيش وقوات الدعم السريع إلى جوبا في جنوب السودان للتفاوض